تأكثر من أربعين عاماً على خلو كل محافظات الوطن من فيروس شلل الأطفال عاد مجدداً في المحافظات الجنوبية لطفل يبلغ من العمر عشرة أشهر في ظل غياب التطعيم للأطفال وتدمير البنية التحتية من قبل الاحتلال العديد من الأوبئة ومنها الأمراض المنقولة بالمياه مثل فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح والتهاب الكبد الفيروسي النوع A تجدد وزارة الصحة مناشدتها المجتمع الدولي والمنظمات الصحية الدولية لسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي فوراً على قطاع غزة والعمل على تهيئة الظروف الميدانية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتوفير خدمات الرعاية الصحية بشكل فوري لأبناء شعبنا في قطاع غزة وزارة الصحة عقدت مؤتمر صحفياً أوضحت من خلاله تفاصيل ظهور الحالة الأولى والخطة الممنهجة التي وضعتها لمواجهة هذا الفيروس بالتعاون مع كافة الجهات الدولية مؤكدة أن الطعومات في طريقها للوصول إلى المحافظات الجنوبية حيث ستباشر طواقمها بالعمل بالتعاون مع الأونروا ومنظمة الصحة العالمية مؤكدين أن الصعوبات التي ستواجههم هي حالة النزوح الدائمة كما تواجه الوزارة نداء عاجلاً لكافة المنظمات والهيئات الدولية بضرورة العمل الفوري لتوفير بيئة آمنة وتسهيل وصول وعمل الفرق الصحية الميدانية لمراكز التطعيم الوزارة تحركت على كافة المستويات حيث عقدت أيضاً اجتماعاً مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف لبحث الخطوات لمواجهة هذا الفيروس والأوبئة والأمراض المنتشرة في المحافظات الجنوبية في ظل تواصل العدوان الغاشم ترجمة نانسي قنقر